أهلا بحضراتكم من جديد طبعا النهاردة هم بتكلم على اختبارات اللياقة البدنية بالنسبة للحكام وكلنا عارفين ان اللياقة البدنية اختبار مهم جدا بالنسبة للمرشحين للقائمة الدولية فترة اللي فاتت فتحنا الملف ده وملف القائمة الدولية والمرشحين للقائمة الدولية فيه تفاصيل كتير كلمنا فيها كلام اللي قلناه لقى الحمد لله ردود فعل إيجابية مسألة الكشف الطبي والحكام المرشحة وإيه اللي حصل ومن جيل قاهرة ومن سافر محافظات تانية كل التفاصيل دي حارفكم عرفتوها بالتأكيد مننا في الفترة الاخيرة لكن النهاردة اهم حاجة في اختبارات المرشحين للقائمة الدولية وهو اختبار اللياقة البدنية لذلك انا معايا على التليفون الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح محاضر تحكيمي حكم له خبرات كبيرة جدا اشتغل كمان في منطقة الخليج العربي وعنده تفاصيل كتيرة بخصوص الاجتماع النهاردة او اختبار اللياقة البدنية اللي هيكون موجود النهاردة في احدى الملاعب اللي بيتلاعب عليها كمان مباريات رسمية في الدوري العام كابتن محمد تحياتي ليك وتحيات كل مشاهدي قناة الالي في كل مكان تحياتي ليك كابتن محمد وتحياتي لكل مشاهدينا طبعا موضوع مهم جدا وخطير واحنا بنتكلم فيه الهدف منه مصلحة التحكيم المصري في المقام الاول ومسابقة الدوري والمسابقات المحلية لما تنطلق اكيد اللي بيحصل دلوقتي هينعكس على المباريات الرسمية الفترة اللي جاية فعايز اعرف منك اه ايه اخر اخبار الموضوع والنهاردة اختبارات اللياقة البدنية اه طبعا مفيش شك ان اللي حدك قلته ده البداية دايما بتدي انتباع عن اللي حيحصل بعد كده بالضبط وان كنت احب ده كلامي معاك ان النهاردة الاجراءات اللي بتتم بيها اختبار اللياقة البدنية افقاد اختبار الترشح للقايمة الدولية هبته وقمته يا هبته وقمته طبعا افقدته هبته وقمته وانا يعني تماما ما اقوله لان النهاردة انت النهاردة في حكام اتتلاغت ان هي تروح تجري طبعا كل الاحترام بكل حكام الشباب والصعديين والوعدين ولكن في معيار دايما للترشح للقايمة الدولية وهو النهاردة انت في حكام رصدها في الدولة المكتاز ده اول سنة رصدها مباراة واحدة ومباراة طين والنهاردة هيكونوا موجودين تجروا في ترشح للقايمة الدولية على أي أساس وعلى أي معيوة. لا سوانا يا كابتن محمد. هو مش فيه لايحة ترشحات في الاتحاد المصري. إن المرشح للقايمة الدولية لازم يكون لعب على الأقل عشر مباريات خلال آخر موسمين موت تانيتين؟ بالضبط. دي لايحة اللي احنا كلنا عارفينها. هم لإزاي سنة يدير مباراة وفي سنة تانية يدير مبارتين ويترشح قايمة دولية؟ هقول لك يعني اللي أنا عرفه اللي وصلني أن يعني في نوع من المجاملات ونوع من حصل نوع من الضغط وتليفونات ونس تكنقت في التليفون أنا كابتن أنا عايز أجري واللي عنده خمس موتشوات بقى يتفضل ده بخلاف أن في تدخلات حصلت وأنا بقولك على معلومة من بعض أعضاء مجلس العدارة الاتحاد الكورة كل واحد دي حكم قدين عمل تليفون عشان الحكم اللي تابعه يروح يجري وده طبعا هو ده السبب اللي اختلا للناس كلها مش فاهمة ده بيجري ليه وده بيجري ليه أنا كنا بقولك النهاردة كمان في 11 حكم كانوا موجودين في مركز الطب الرياضي الصبح بيكشفوا الكشف الطبي اتبلغوا ساعة 10 بالليل أنت النهاردة عندك جارية على أجري جارية قائمة دولية بناء على التليفونات إزاي؟ هو مش الفيفا قال أن الحكم يكتازل اختبار الطبي وبعد كده يبقى عنده اختبار لياقة بدنية؟ طبعا أنت لازم ما ينفعش تنزل الملعب إن لما تكون معاك الكشف الطبي بتاعك بيقول أن انت لقى الطبية وهنا هيتحمل مين اللي هيتحمل مسؤولية الحكم ده لو كان عنده اي مشكلة وحصل له أصابة النهاردة هل المسؤول عن لجنة حكمل سامح له؟ وإزاي أصلا مش متعارف أصلا أنه لا حاجة واجري بالليل إزاي؟ دعني النهاردة هيتاخد منه تحليل دم يعني النهاردة بيتاخد منه معين الدم وبيبقى يوم مرهج جدا وهيروح يجري إزاي؟ يوم الجاري ده يبقى يوم كله راحة فالأمور ماشية بع شوية غريبة جدا نشوف ناشى قبل كده من يوم ما بدأوا كرطة قدم في العالم سأقول لك يوم ما احنا بعين على تحقيق طب من المسؤول عن القصة ده يا كابتن محمد يعني أنا اتكلمت كتير قوي على دور مدير لجنة الحكام الكابتن أحمد أبو العيلة وأنا بتكلم شغله والله مش بتكلم عن شخصه نه طبعا وفيه ماركك لاتنبيرج رئيس اللجنة المفروض يكون كمان مشرف وبيتابع اللي بيحصل ده ده أول قائمة دولية في عهده هل هو كمان موجود النهاردة في اختبار اليقى البدنية بأنك أكيد موجود دلوقتي في المكان اللي هيتعمل فيه اختبار اليقى البدنية هو بالفعل هو جيم جيم بارح بالليل تمام وحضر اختبار اليقى البدنية لكورة الصلاة النهاردة بجهز الرياضة حضر في الكاتل طبعا هيكون موجود بعد شوية هيحضر كل اختبار ولكن هنتكلم عن المسؤولية أنا بقول لك المسؤولية مفترصة هذه أعضاء مجلس دارة الاتحاد البدنية وما بين المسؤولين في لجنة الحكام وإن كان ما فيش لجنة حكام خلاص يعني اللجنة خلاص قد تستالتها المسؤول دلوقتي هو الكابس نحمد أبو العيلة والكابس نتامر دوري وإن كنت فأؤكد لك أن الكابس نتامر دوري ما لوش أي علاقة ده من قرارب ولا من بعيد عن أي اختيارات أو أي أمور من هذا الجامد لكن القرار كله كان في جديد الكابس نحمد أبو العيلة والاتصالات كانت مع الكابس نحمد أبو العيلة أكيد لنوم دوري اللجنة هو اللي قدام لدلوقتي وبين حسبه على كل الأخطاء اللي بتحصل دلوقتي وكان أبرزها الكشف الطبي طبعاً كشف الطبي ده كمان ده كارثته كارثة تانية يعني هو النهاردة النتائج ما ظلعتش بسبب المشهد اللي كل الناس شافته ده طبعاً كان الأمور التعامل التعاملوا بعشوائية لو ما تدخل طبعاً تكتور أشرف سوكة مدير رياضة ووقف المهزلة دي لأن إحنا عندنا مركز سيبر رياضي على أعلى مستوى وعايز أقول لك إحنا دايماً كل سنة بتكشف إحنا كحكام لعني لحد أنا قبل ما بطل عند آخر سنة كنت بكشف المركز سيبر رياضي وده الأمر الطبيعي على فكرة اللي اللي شافته ده ده اللي مش طبيعي لأحسن نفسي بتكر إن الحكام بتتعامل المعاملة دي على مدار السنين من الناس كنت على طول تكشف مركز سيبر رياضي مركز محترم إمكانياته عالية جداً مصر تمثالك كل المقاومات اللي اللي تخلينا في أحسن مكانة لكن للأسف المسؤول هو صاحب الواقعة دي هو اللي لازم يحاسب وانت أنا اتفاجئة إن أحد أعضاء مجلس إدارة في مداخلة الإنسانية الدكتور إهاد الكومي أنا بلوم عليه أنه هو قال إحنا ما نعرفش حاجة عن الكلام ده أما مين اللي يعرف أنت من يارضة حكام الدور الممتاز أنت بتعتمد مبلغ مالي لأن أنت هتروح تدفع فمين اللي اعتمد المبلغ المالي ما هو أكيد أنتوا كالتحات كورة هم كمان وغدين من الأندية 575 ألف جنيه ضفع أولى قبل بداية الدارة عشان الحكام فهو وغدين الفلوس مؤدم بخلاف أن الحكام لم تتخدم مستحقاتها المالية من يعني آخر حاجة إبريل ده الدور الممتاز والقسم الثاني والثالث ومتشاف الجمهوريال النشئيين من شهر يناير بدفعتش مستحقتها للحكام طيب النهاردة ممكن كم حكم يعني كم حكم يجري النهاردة في اختبار اللاقة البدنية كان دايما 15-20 هل نشوف دقف كده ولا كم حيعده 35 حكم خمسة يا نهر أبيض رقم كبير جدا خمسة ثلاثة حكم بدون معيار وبدون مصنعش يعني لاجم نأكد على دي لو الكل ينطبق عليه المعيار أهلاً سهلاً لكن أنا بأكد لك تاني وبكرر تاني كلمتي إن النهاردة اللي بيحصل أفقد القايمة الدولية والترشح للقايمة الدولية يبتوا وكرتوا طيب في حد من الكاف أو الفيفا النهاردة موجود جرى العرفة أنا قد تباه حضر دايما الاختبار اللاقة البدنية بيجي إمباكي من السنغال النهاردة موجود ولا يبقى مين المشرف على الاختبار لا هو مش موجود وكان مفترض أن الكابتن عصام يعني يتقال أنه كان يبقى موجود لكن الكابتن عصام النهاردة موجود في تونس بأحد الكورسات بيحاضر هناك لحكام تونس لكن هو مش موجود لأنه هو تم استدعائه للكورس ده كورس الفار في تونس لا مش بار لا لا كورس المحاضريني حكام تونس تمام لكن مش بار لا لا أوكي لكن ما فيش حد النهاردة بيشرف حتى من الكاف على الاختبارات أو الفيفا المفترض لكن بيرت موجود ولكن خلاص هو عايز أقول لك على حاجة هو أنت النهاردة خلفتك معيار فيفا إيه بقى وانت خلفت المعيار كل الناس اللي موجودة في الملعب النهاردة ما عندهاش لا تنطبق على الشروط خلاص بقى يعني حتى فيفا إنت خلاص وانت من البداية خلفت المعيار طب فيه مساحة للإعادة تاني هو المفترض أنه بيبقى دايما والطبيع أنه بيبقى فيه إعادة للاختبار ولكن أنت الإعادة وبآخر يوم لإرسالة قايمة الدولية هو يوم 25 وانا المفترض أنه عشان عيد لازم أديك وقت كفاية لأن أنت بعد المجهود البدني اللي تتأمله ده ممكن يحصل إصابة لأدى رالي حد النهاردة حال حالة تتعالج في العشر تيام دون بقى عشر تيام صعب صعب جدا طبعا حتى تحديد الوقت والإجراءات اللي اتخذت من لجنة الحكام ومن اتحاد الكورة كانت إجراءات خاطئة ومتأخرة وعشان كده احنا بقينا في المسكولة محمد صلاح عبد الفتاح حكم سابق وكان محاضر كمان تتحكيمي والكلام اللي قاله ده ما يبشرش بأي خير في الفترة اللي جاية وربنا يسطر على مباريات الدولة الفترة الجاية بالأخطاء الكارثية اللي احنا شايفينها من لجنة الحكام أو تحديدا من مدير اللجنة الحالي الكابتن أحمد أبو العيلة أخرج لفاصل وبعد الفاصل نروح لتريند الأهلي ونشوف آخر أخبار الأهلي في المترجمات للمترجمات للمترجمات للمترجماتي